يأنف بعض الناس من حضارتهم ويودون لو ركبوا آلة الزمن وعادوا إلى الماضي مع الانهيار في أوضاعنا العربية رأيت من يصرخ من قعر حنجرته أنا في نقي أنا فرعوني أنا سومري أنا كنعاني يا هذا لسانك يشبه ظلك ألا ترى ظلك يتبعك إنما ذهب كذا لسانك حضارتك هي ما أنت فيه والتاريخ تاريخ الفخر الزائد بالعروب عند قسطنطين زريق وجورج حبش وساطع الحصري لا معنى له أيضا نحن من نحن من التاريخ حملنا جيناتنا وحملنا أسماءنا وأسماء قرانا ومدننا انظر إلى إنجلترا كثيرا ما تحدث عنها لا تكاد تجد اسم مكان له أصل إنجليزي ولندن على رأس القائمة لندن لاتينية مدينتي اسمها نابلس من نيو بوليس أي المدينة الجديدة ولم تكن جديدة على عهد الرومان بل جددوها وطرابلس اسم روماني يعني المدينة المثلثة هذه التي في الصورة طرابلس اليونانية تريبولي وعندنا سواها طرابلس في لبنان وطرابلس في ليبيا بوليس تعني مدينة في اليونانية ثم عند الرومان وبوليس صارت عبر التاريخ تعني السياسة يقولون اليوم بوليسي سياسة وصارت أيضا تعني الشرطة بوليس كل هذا من بوليس ونعود إلى أولئك المفاخرين بقديمهم بعضهم يحلل الحمض النووي الدي ان اي لكي يثبت أنه فرعوني أو فينيقي أو سومري بئس السلوك طيب واكتشفت حضرتك أنك سومري فكان ماذا سمعت مرة فرقة تغني أغنية مطلعها أنا دمي فلسطيني يكررونه مرات انتقدت ذلك بشدة تخيل فرنسيا مثلا يقول لك أنا دمي فرنسي لن يعجبك ذلك قد يقول قائل المغني يفخر بانتمائه أقول مجرد ذكر الدم يحيل إلى العنصرية ويفتح بابها على مصرعيه ويقول لي يا أخي قد قيلت بحسن نية وجوابي ما قاله الخديم الطريق إلى جهنم مرصوف بالنيات الحسنة كنت أريد من هذه الفقرة أن أعرض لأصول الكلمات جهنم واد في القدس والتسمية أرامية وعبرية وقيل فالأصل الكلمة من الهيراغليفية النيات جمع نية وأجاز لنا مجمع القاهرة أن نقول نوايا كمرايا وهذه مدينة نوا في سوريا ومنها الإمام النووي وهذه التي في الوسط نوا شبهوها بنواة الثمرة ومن تفتيتها يكون السلاح النووي وبسبب حيازة الدول للسلاح النووي فهناك في العالم الآن سلام النووي